اشتركوا في القناة هناك خوف منتشر بين فيات من الناس يجعلهم يرزعبون من فكرة استعمال المسعد نظراً لإمكانية سقوطها وإن كانت الحالة الوحيدة المسجلة حتلان لهذا النوع من الحوادث قد وقعت السنة 1945 عندما اصطدمت طائرة من نوعي 52 ببناية أمبير ستايت وتسبب أحد محركتها في قطع أسلك حاملة لأحد المساعد ما تسبب في سقوطه من علوي 72 طبقاً أما عن عصرنا هذا فنسبة حدوث مثل ذلك ظيلة جداً بفضل معايير السلامة المرتفعة المطلوبة إضافة إلى تقدم التقنية الذي حققه الإنسان في هذا الميدان لكن ذلك لا يمنعه لود من استغلاله في أفلامها العديدة لكن ماذا عنك؟ تخيل أن تجد نفسك في مسعد يهوئ نحو الأسوال بسرعة كبيرة ماذا كنت ستفعل؟ اقترح بعض الفيزيائيين والعلماء أن تحاول أن تبقى مستلقياً على أرضية المسعد وأنت فارد يديك ورجليك لكن هذا الحاليات بأخطار عديدة أهمها أن تسارع سوق المسعد سيؤديل استضمك بالأرض بقوة كبيرة ما يؤدي إلى وفاتك أو في أحسن الأحوال قد يؤديل تأذر ليعضائك الداخلية إضافة إلى أن هذا تسارع نفسه سيجعل من المستحيل أن تبقى مستلقياً على الأرض دون أن ترتفع عنها قليلاً لكن ذلك ما فعله أوليفر وهو عمل المسعد الوحيد الذي مر من هذه التجربة إبن سقوط مسعد سنة 1945 الذي ذكرناه وانيفاً وهو الحامل للرقم القياسي للبقاء على قيد الحياة بعد سقوط المسعد فمدام هذا الإغسرح قد فاده فلماذا لا تجربه أنت كذلك؟ الحفاظ على حرارة الجسم عندما يتعلق الأمر بالبقاء على قيد الحياة فهناك عوامين عديدة من ضرورية الاهتمام بها إلى جانب الهكلة المياه والماهوى أحدها هو الحفاظ على درجة حرارة مناسبة للجسم فالسقوط مثلاً في مياه بردة دون وجود إمكانية لإبقاء درجة حرارة الجسم كما هي يمكن أن يتسبب في انخفاض سريعاً لها في غضون ثلاث دقائق تقريباً لذلك دول كأستراليا وإيرلندا تنظم دروساً حول أفضل الأوضاع للمحافظة على حرارة الجسم لكل من يهم بالولوج لميدان متعلق بالبحر كالصيدة ونقل الركاب عبرها هذه الوضعية مثلاً تأخذ بعين الاعتبار ارتداء شخص بذلة نخصة للتفوء على المه وتتطلب ضم دراعين حول الصدر وضم الركبتين إلى أقرب درجة ممكن إلى الصدر كذلك وهي مصممة أساساً لإبقاء العضاء الحيوية كالقلب والريتين ساخنة حتى قدوم المساعدة أما انتعلق الأمر بمجموعة من الأشخاص فلاحصاً وان يتجمعوا جميعاً ويضم بعضهم البعض ما سيحافظ على حرارة أجسام الجميع من جهة إضافة إلى تسهيل عملية رصدهم من بعيد من طرف المصالح الأمنية تجنب التأثير المتفرج هل سبق لك وريت حوادث أجرة في أماكن مكتظة بالناس؟ ليس بالغريب ألا يحاول تدخل للمساعدة وهذا ما رده لظاهرة تجد وصلها في جرمة قتل وقاعد سنة 1968 راحت ضحية هاكيا لجانفازا حيث رأها 38 شهداً وهي تتعرض للتعنية ماماً بناية التي تسكن فيها دون أن يتدخل ويحاول فعل أي شيء فكلما كثر عدد الحاضرين قلت إمكانية تدخل أحدهم للمساعدة يعتقد أن السبب هو انتظار كل واحد من الحاضرين تدخل الآخر ولتجنب الوقوع في هذه الحالة هناك عدة نصائح مقدمة إحدها توعية دائما لأفراد المجتمع كالطلب منهم أن يتخيلوا باستمرار حالات مختلفة من المواقف الخطيرة وكيف لهم أن يقدموا يد المساعدة أثناءها كلما انتشر الوعي بهذه الظاهرة وأختارها أصبح منه الأسهل سلق المساعدة عند الضرورة من أي شخص عاوضت سمراره في متابعة الوضع دون تدخل كيف تبقى حينما من المواج الشاطية؟ المواج الشاطية ليست بظاهرة غريبة تحزج فقط لتجمع كميات من المياه قبل تجاهها بفعل انخفاض ضغطها في مساحة معينة متسببة بذلك بتيارة عكسية من الشاطي نحو البحر وتبقى صعبة الكشفة ما قد يتسبب في جر السباح بعيدا عن الشاطي نحو منطقة تصعب السباحة فيها إلا على المتخصصين الحل البديهي هو السباحة عكس التيارة كمحاولة للعودة إلى الشاطي أو السباحة إلى أحد الجانبين بهدف تخلص من تأثيرها غير أن دراسة من في البوست جرادويت سكول قامت بها جيمي ماكمان ظهرت أكثر من 90% من هذه المواجهة ذات حركة تهيرية ما يعني أن محاولة السباحة نحو أحد الجانبين لن تفلح إلا في عادة الشخص إلى مكانه الأصلية بعد أن تخير قواها أما عن الحال الأنسب فهو ترك الموجة تكمل دورتها وهو ما قد يأخذ ثلاثة دقائق تقريبا تنتهي بإعادة الشخص إلى الشاطئ لكن هناك عوامل كثيرة من ضروري الانتباه لها كالسحب الكثير من هذه الأمواج السباحين لمناطق متلاطمة الأمواج صعبون السباحة فيها للشخص العادي الحيوانات المتوحشة قضاء الوقت خارجا في الطبيعة نجحة مفيد للشخص لتخلص من ضغوطة الحياة ويتطلب قدرة على التعامل مع الأخطار التي قد يصادفها الشخص أثناء تجربته هذا فما تزال معادلة معوت المخيمين بفعل هجمة الحيوانات مرتفعة عند التعامل مع دب من الأحسن تجنب المواجهة المباشرة وهذا يضم كذلك تخزين الطعام في مكان بعيد عن المخيم تجنب إصدار أصوات عالية أثناء تسلق وتجنب لفت انتباه الدبابة التي قد تتم مصادفتها لكن عندما يجد الشخص نفسه في مواجهة مباشرة مع دب فمن الضرورية التفريق بين الدب الأسود والدب الرمادي إن تعال قلم بهجوم من طرف الدب الرمادي فالجمعية المختصة تنصح باتخاذ الشخص وضعية دفاعية عبر وقوعه على الأرض ضمن رجليه وذراعيه نحو صدره وهو يحمي وجهه وعنقها وهو ما سيدفع الدب لتجاه للشخص لعدم اعتباره تهديدا أما إن كان الدب أسودا فالأحصن سعود شجرة أو تراجع دون لفت انتباهها أما إن كان في وضعية هجوم مباشرة فالأحصن استخدم بخاخ تجاه عينيه لإبعاده قبل الابتعاد عنها استعمال البخاخ هي الطريقة ذاتها التي تنصح بها الجمعية المختصة للتعامل مع أسد الجبال الهرب من سيارة أثناء غرقها سواء تعلق الأمر بمشاهدة الأفلام أو قراءة القصص البوليسية ليس مستبعدا أننا مررنا بقصة انحرف سيارة عن الطريقة وسقوطها من على جرف تجاه البحر مستنقع عميق حسب الإدارة الأمريكية المعنية بالطريق السيار والنقل العام ما يقارب أربعمائة شخص يموتون كل سنة كانت نتيجة لعدم قدرتهم على مواجهة ضغط المياه الذي يمنعهم من فتح أبواب سيارتهم بفعل ضغط المياه وحسب الخبراء فالشخص يمتلكم متوسطه دقيقة واحدة للهرب من هذه الوضعية عبر قيمه بمجموعة من الأفعال الموادية لإنقاذ حياته فور سقوط سيارته في بركة مائية أو بحيرة مثلا أولا عليك أن يفوق حيزم الأمان في أسرع وقت ممكن ثانيا عليك أن يفتح نوافذ سيارته عوضاني وحاول فتح البواب فإن لم ينجح في ذلك التوجب عليه انتظار امتلاء سيارات بالماء من أجل معادلة الضغط الداخلية والخارجية لكنه يتطلب امتلك قدرة على كاتم الأنفاس لمدة طويلة أما الخيار الآخر فهو كسر زجاج السيارة ولإنجاحه يمكن استعمال وادات خاصة لذلك أو استعمال واحد مساند الروس المرتبطة بكاراسي السيارة يمكن إزالته ثم استعماله لكسر الزجاج أو إدخله بين الزجاج وإطار الباب مع سحبه للداخل من أجل إحداث شرخ بالزجاج لا تدر ظهرك إن وجدت نفسك في مواجهة شخص مسلح وجدت أحد يشير بسلاحه نحو رأسك حاول استخدام علم النفس لصالحك النظر مباشرة في عينيه يسمح بإنشاء صلة مع حامل السلاح ما سيصعب عليه قتلك إضافة لذلك ينصح الخبراء بالإعلان بصوت عان عن كل ما تنوي فعله كإخراج محفظة نقودك مثلا اختبار التحقق من القابلية للأكلة عالق في البرية دون مونة كافية لا تعرف كيف تحدد ما هو صالح للأكلة هنا ينفع القيام باختبار لتحقق من القابلية للأكلة ابدأ أولا بالفصل بين أجزاء النبتة إن كان لجزء رائحة سيئة يؤلم البشر أو يسبب الدوار فهو جزء سام أما إذا لم تتوفر فيه أي من المميزات السابقة الذكرى فخدها قم بغالية ثم خد منه قدمة صغيرة منتظرا 15 دقيقة كي ترين طرفيك سلبا فإذا لم يفعل فهو غير سام لكن من الضرورية الإشارة إلى أن هذه الطريقة لا تجدي كثيرا بل وتم تشكيك فيها من طرف الجيش الأمريكي وأشر الكثيرون إلى أن هناك نباتة نيك في التعرض لقدر يسير منها كي يسقط الإنسان متأثرا بسمها الهجوم بالغاز إن حدث لسبب من الأسباب أن وجدت أن أفسك في ظرفية حيث وقع هجوم بالغاز السام وكنت لا تمتلك قناعا مخصصا للتعامل معها لكنك تعرف نوع الغاز المستخدم في هذه الحالة يمكنك أن تحاول صنع ما تحمي به نفسك إن كان الغاز المستخدم غاز الكلورين يمكنك أن تتبع أحد الجنود في الحرب العالمية الأولى تبور على قطعة قماش ثم تنفس عبرها فالكلورين عندما يتعامل مع إحدى مركبات الأمونيا كالمتواجدة في البولة يتحول إلى شكل كريستاري أما يتعلق الأمر بغاز السيرين الذي اشتهر باستخدامه للهجوم على القطارات اليابانية سنة 1995 والمواد للاختناق فعلاجه واخذ جرعة من الأتروبينا وهو مركب متواجد في مجموعة من النباتات كست الحسنة المعروفة أيضاً ببيلادونا أو البادنجان المميثة ونبتة البنج الأسودة نبتة داتورا سفراوية ونبتة القنب كيفية الفرر من قيد بلاستيكية إن وجدت نفسك مغتطفاً من المهم أن تعرف كيف تتخلص من قيدك البلاستيكية مثله مثل الأغلال التي تستعملها الشرطة لدى القيد البلاستيكي نقطة ضعف متواجدة في الجزء المخصص لإحكام الإغلاق الطريقة المثالية للتخلص منها وعبر وضع يدين بكيفية تمكن من مماثلتهما مع بعض والإبهامان متوازيان فيما عقدة القيد بين الرسعين أرفع يديك عالياً ثم بعد بينهما بسرعة وأنت تعيدهما تجاه بطنك من المهم يبقى اليدين مستقيمتين حتى لا تتهذى الطريقة الثانية هي باستخدام الركبة لوضع ضغط كاف بين يديك بشكل كاف لجعل القيد ينكسر لكن ذلك سيخلف أثاراً على يديك ما رأيكم بهذه الحلول؟ وهل لديكم مسئلة حول إحداها؟ شاركوا نجوبتكم في تعليقتي أسفل الفيديو ولا تنسوا تسجيل يعجبكم ولا التحق بقناتنا لمزيداً من الفيديوهات المنوعة